المفاجأة اللي انت لازم تفهمها انه 10% بس من الالاج اللي انت بتاخده بيوصل للمناطق دي 10% فقط 90% بترسب فيه كلا فيعني انت بتاخد سم فانت قاعد تاخد مسكنات وقاعد تاخد أدويا مضادة للتهابات وقاعد تاخد حاجات عشان تساعدك في التحكم في البول أو في الألام بتاعة المفاصل دي و 10% فقط في الأدوية اللي انت بتاخدها دي هي اللي بتوصل للمناطق دي وتحول تساعدك وتقعد تاخد فترات طويلة لو ده قاعد يأثر على الكلة لكن احنا عندنا هنا احنا ده مهدف عندنا بننشن عليه مباشرة عشان نتخلص من الام وضعيا طبعا وغلما ناخد حاجة ببقئنا مسكنات تقدر تدمرنا الكلة او تأميرنا لقدر الله في شكله ومقدمة الميزة في التكنولوجي اللي هي بتدخل تقدر تعدي المفاصل دي وتشيل الالتعابات من اول مرة من اول جلسة فور دي انت بتحسن في المنطقة بتاعة المفاصل دي من اول مرة اشتركوا في القناة